بدأت وزارة الكهرباء المصرية تحصيل فواتير الاستهلاك المنزلي بالأسعار الجديدة التي تصل نسبة ارتفاعها إلى نحو 13% والزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء هي الثامنة للعام الثامن على التوالي منذ عام 2014 نواب في البرلمان كانوا قد حذروا من زيادة معدلات الفقر في ظل إلغاء دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة وكانت الحكومة قد بدأت بتنفيذ برنامج للتخلص من دعم الكهرباء بشكل تدريجي في العام المالي 2014-2015 عبر زيادات سنوية في أسعار الكهرباء إذن هي الزيادة الثامنة للعام الثامن على التوالي في أسعار الكهرباء إذ ارتفعت الأسعار في مصر إلى 13% هذا العام وهو يأتي ضمن سياق الخطط الحكومية لإلغاء الدعم عن الكهرباء بالنسبة للمواطنين بسبب موضوع الموضوع الاقتصادي وما يتعلق بشروط صندوق النقد الدولي وتتعامل الدولة مع المواطنين في هذا الملف بشكل يشمل كافة الفئات المجتمع المصري وهناك عدة تساؤلات تتعلق بكيفية التعامل الحكومي مع هذا الملف بالنسبة لرجال الأعمال أو إذا كان هناك أي استثناءات تتعلق بالطبقة الفقيرة وأيضا نتساءل في هذا الملف عن السبب في انتهاج الدولة لإلغاء الدعم للمواطن في ثمان سنوات على التوالي إذن كنا بحاجة لمزيد من الوقت حتى ينضم معنا من إسطنبول سيد أحمد ذكر الله الباحث الاقتصادي على العموم أهلا بك وبانضمامك معنا سيد أحمد كيف تتعامل الدولة مع المواطنين في ملف رفع الدعم هل يشمل هذا الرفع كافة فئات المجتمع المصري يعني على مستوى مواطنين ورجال أعمال وأغنياء وفقراء وما إلى ذلك تحيات الحرطة كل أسرة البرنامج والأستاذ المشاهدين يعني بالطبع ارتفاع أسعار القهرباء هو للمرة الثامنة على التوالي بدأ منذ عام 2014 وكان من المقرر أن ينتهي شرائح الدعم المختلفة خلال العام الحالي العام المالي الماضي ولكن الحكومة قررت أن تمد هذه الشرائح إلى عام 25 بداية عام 25 وبالتالي فهناك تأجيل وهذا الرفع المتوالي وتصميم الحكومة على رفع أسعار القهرباء يسير مجموعة من التساؤلات التساؤل الأول حول ما هو الحجج والمبررات خاصة أن هذا الارتفاع المتوالي أو رفع الدعم على القهرباء قرر قبل بنامج صندوق النظر الدولي الذي كان في آخر عام 2016 وبالتالي لماذا رفع الدعم على أسعار القهرباء الحكومة تتحجج بأن هناك تشوهات سعرية كبيرة حدثة بسبب الدعم المقدم للمواطنين وفي الحقيقة أن هذه الحجة ليست بالحجة السليمة تماما لأن التشوهات السعرية لا تحدث فقط بسبب الدعم وإنما تحدث أيضا بسبب احتكار الحكومة للإنتاج تحدث أيضا بسبب عدم الكفاءة في الإنتاج عدم الكفاءة في التوزيع الهدر الكبير في عمليات الإنتاج والتوزيع وغير ذلك من الأمور إضافة إلى التكاليف الكبيرة لمرتبات ومكافئات قيادات محسوبة على وزارة القهرباء ولا تعمل حقيقة في وزارة القهرباء ولكنها من جهات سيادية متعددة وبالتالي فإن هناك ارتفاع كبير في التكاليف هذا الارتفاع يحمل على المواطنين من جهة ثانية فإن الحكومة عندما أقدمت منذ عام 2012 منذ عام 2014 باستقدام شركة سيمينز لإنتاج مزيد منها القهرباء لأن مصر من أيام عهد مبارك كانت تعاني من انقطاع القهرباء وبالتالي كانت توجه محمود منها الحكومة أنها تعمل كده أنها تحاول أن تسد العجز ولكن استعجالها وعدم دلسطة الأمر أدى إلى أن هناك فائدة انتاجية بحوالي من 20% ل 25% من جملة الانتاج هذا الفائد الانتاجي لا يمكن تخزينه أولا تكاليفه الكبيرة هي التي دفعت الحكومة إلى المزيد من ارتفاع الأسعار وكلها على حساب المواطنين بالطبع كان هناك تباينا أو اختلافا كبيرا في الشرائح المختلفة كما تقول الحكومة ولكن يجب أن نعرف أولا أن هناك طيلة عام 2020 لأن فيروس كورونا انتشر في عشر مارس وبالتالي طيلة عام 2020 والنصف الأول من 2021 كان هناك انخفاض في أسعار البترول وبالتالي كان يجب على الحكومة إذا كانت تتحدث عن ارتفاع أو سوق حرة حقيقية سوق منافسة حقيقية أن تخفض الأسعار لأن أسعار الغاز وأسعار المازوت التي تعتمد عليه المولدات المصرية الشركات المصرية في توليد الكهرباء انخفضت بصورة كبيرة جدا في السوق العالمي بل نحن رأينا في عام في بداية كورونا كيف أن السعر البترول العالمي أصبح بالسالب وبالتالي كان يجب على الدولة في هذه الحالة أن تخفض ولا تزيد من أسعار الكهرباء لماذا انتهجت الدولة إلغاء دعم الكهرباء للمواطن للسنة الثامنة على التوالي هذا السؤال مهم أولا تريد أن تعود خسائرها في فائد الإنتاج الكبير نتيجة عدم الدراسة هي عندما تعاقدت مع شركة سيمينز على الإنتاج حدثت فائدا كبيرا في الإنتاج هذا الفائد لا يجد من يستخدمه ولكنه في ناحية أخرى هو تكلفة على المواطن المصري لأن هذا الإنتاج لا يجد من يستهلكه حقيقة وبالتالي تضطر الدولة إلى أن ترفع الأسعار لكي تعود هذا الفائد الدولة أيضا لم تستطع أن تخفض أسعار الطاقة بالنسبة للكهرباء يعني الغاز على سبيل المثال نتيجة اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني هذه الاتفاقية هي التي أدت إلى لعدم قدرة الدولة على تخفيض أسعار الغاز لا للمشروعات الحكومية للمصانع الكبرى زي الحديد والصلب وهي ما تسببت في خسائره ولا للألمونيوم ولا لغيره وبالتالي هناك مشكلة حقيقية لأن هذه الأسعار المرتفعة تؤثر على المواطن المصري بطريقين الطريق الأولى طريقة مباشرة وهي أن الفاتورة أصبحت مرتفعة للغاية الطريقة الثانية هي طريقة غير مباشرة وهي أن التكاليف المرتفعة للقهرباء تؤثر على ارتفاع تكاليف السلع المنتجة من المصانع كسيفة القهرباء زي مصنع المنظم زي مصنع المسبوكات وغيرها مصنعات الهندسية أستاذ أحمد ألا يوجد استثناءات بالنسبة لرفع الدعم عن فئة معينة من المواطنين المصريين يعني تأخذ بنظر الاعتبار مسألة الفقر وعدم القدرة على الدفع للأسف دائما ما تتوجه الإدارات في إطار سعيها وتحت حجة توفير فرص العمل إلى دعم رجال الأعمال ودعم الشركات الكبرى وليس دعم الفقراء يعني أنا كنت أعتقد أن تعفى أو أحبز أن تعفى تعفي الحكومة المصرية الفئات الأقل دخلا الفئات الأقل استهلاكا الشريحة الأولى والثانية من إزالة الدعم وكفى بهم ما حدث من سبع مرات سابقة في رفع الدعم في شرائح مختلفة ولكن للأسف توجهت الحكومة هذه المرة كذلك بتقصيد موجه إلى رجال الأعمال إلى الشركات والصناعات كسيفة استخدام الكهرباء صحيح أن هذه الصناعات ما زالت تعاني وأن أسعارها غير تنفسية أسعار الكهرباء التي تحصل عليها غير تنفسية مقارنة بالأسعار ألا تقررها دول منافسة أخرى مثل الصين مثل ألمانيا ولكن أيضا كان يجب على الحكومة أن تنزل بعين الاعتبار إلى الفقراء والشريحة الدولية أستاذ أحمد ولكن إذا ما ذهبت الحكومة إلى دعم رجال الأعمال والمصانع والشركات كما تقول ألا أيضا هذا ينعكس إيجابا بالنسبة للموظفين والعمال دعم رجال الأعمال ألا ينعكس إيجابا بالتالي عن الموظفين الذين يعملون في شركات هؤلاء رجال الأعمال لم أقل أن الحكومة تستغني عن دعم هذه الشركات ولكن قلت أنه يجب بالتوازي دعم أيضا الطبقات الفقيرة وطبعا الطبقات المتوسطة في اعتحمل هذه الأعباء المتزايدة خاصة أنه لا يوجد داعي الآن لمثل هذه الشريحة الجديدة وكان يمكن تأجيلها لفترة سابقة وأن الحكومة لم تقدم على تخفيض أسعار القهرباء خلال فترة الماضية الحكومة الآن في ورطة حقيقية لأن أسعار ليس القهرباء فقط وإنما أيضا أسعار الغاز مرتفعة عن نظيراتها العالمية وبالتالي معظم الشركات حققت خسائر في 2020 و2021 النصف الأول ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار ليس فقط بسبب فيروس كورونا ولكن أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المقدمة إلى هذه الشركات وبالتالي يجب على الحكومة أن تسارع بتقديم منظومة كلية لاستهلاك الطاقة في مصر منظومة تسعير تراعي فيها هذا المواطن البسيط هذه الشرائح الدنيا في الاستهلاك وتراعي فيها في الجانب الآخر توفير طاقة مناسبة أسعار طاقة مناسبة للشركات كسيفة استخدام الطاقة سواء من الغاز أو من الكهرباء لأن أسعار الكهرباء يعني يوجد دراسة حديثة في النصف الثاني من 2020 لشركة مصر الألمانيون بتقول أن سعر الكهرباء في مصر هو الأعلى عالميا المقدم للشركات يعني هو الأعلى عالميا في هذا الإطار وبالتالي لا تستطيع هذه الشركات تقديم منتج منافس يستطيع أن ينافس السعريا المنتجات الموجودة عالميا وبالتالي هي خسرت المعركة قبل أن تبدأ خسرت السوق العالمية قبل أن تبدأ في التصدير ولذلك يجب على الحكومة أن تقدم منظومة متكاملة في هذا الإطار أشكرك من إسطنبول أستاذ أحمد ذكر الله الباحث الاقتصادي شكرا جزيلا ضمامك معنا شكرا جزيلا